السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الرشدة النهاردة ونزولا لرغبات حضراتكم هنتكلم عن أسباب انخفاض وزن الجنة قبل ما نبتدي الفيديو أدعوكم للاشتراك في قناة الرشدة وتفعيل زر الجرس لتلقي الإشعارات بكل ما هو جديد في هذه القناة ويعني دعمكم لنا بالإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو مع الآخرين ومعكم باسم حامد التوعوي في مجال الأمومة والطفولة والحصل على الدبلومة التوعوية في مجال صحة الحامل والطفل وعدد بين البرامج الصحية ويلا نبتدي الفيديو يلا بينا طبعا مشكلة انخفاض وزن الجنين دي مشكلة بتؤرق الأم الحامل لما تعرف ان الجنين بتاحها وزنه منخفض مقارنة بجدول لموازين الأجنة خلال التسعة تشهر واللي هنقول لكم نبزة سريعة عنها دلوقتي لكن خلينا نستسني فقط من مشكلة انخفاض وزن الجنين مشكلة بسيطة جدا هي ليست مشكلة من الأساس وهي العامل الوراثي يعني العامل الوراثي يعني لما نقول مثلا عائلة صينية الصينيين أو دول شرق أسيا البنية بتاعتهم كأطوال وكأوزان منخفضة فلما مثلا الطفل ده وهو جنين في رحم الأم بيكون وزنه منخفض ليه لأنه أصلا الأم والأب أوزانهم منخفضة وأطولهم قصيرة فلذلك ده العامل الوراثي اللي حنستسنيه فإذا كان عندك في العائلة قصار القامة مش طوال يعني أوي وكان أوزانكم كلها رفيعة فما تقسيش هذا الأمر على إن وزن الجنين بتاعك منخفض طيب إيه بقى متوسط أوزان الأطفال اللي ممكن تشغل بانا ودي متوسطات حنقولها سريعا دلوقتي اسمعين خلينا نتفق إن متوسط أوزان الجنين في الثلاث شهور الأولى هي حاجات بسيطة جدا جرامات قليلة يعني عشان ما تشغليش بالك بيها لكن الاهتمام بإنه يكون وزن الجنين كويس بيبتدي من الشهر الأول باتباع التعليمات اللي حنقولها وبتفادي الأشياء اللي حنقول إن احنا نتفاديها عشان ما يحصلش انخفاض لوزن الجنين لكن خلينا مثلا أقولكم متوسط وزن الجنين في الشهر الرابع بيكون حوالي مثلا 150 جرام ده طعا في نهاية الشهر الرابع بيكون حوالي 150 جرام في نهاية الشهر الخامس بيكون حوالي 360 جرام في نهاية الشهر السادس بيكون حوالي 750 جرام في نهاية السادس وبداية السابع في نهاية الشهر السابع بيكون حوالي 1400 جرام في نهاية الشهر الثامن بيكون حوالي 2 كيلو أو 2 كيلو ونص ومع نهاية الشهر التاسع وعند الولادة بيكون متوسط أجزان الأطفال بيكون حوالي من 2.5 لحد أربعة كيلو كل دي متوسطات فقط لا غير مع طبع المراعاة الفروق الفردية بين طفل والتاني طيب إيه هي بقى الحاجات اللي بتأثر على انخفاض وزن الجنين هنقولك دلوقتي عشان تاخدي بالك منها وتتبعي التعليمات المفروضة بالبلد كده أي انخفاض وزن أي كائن حي في الكون بيكون نتيجة إيه؟ نتيجة إنه ما أكلش كويس تمام؟ تمام طيب إيه الحاجة اللي بتؤدي إلى إن الجنين ما بيكلش كويس؟ حاجة مهمة جدا هي إن الدم والأكسجين مش بيرصلوا بكفاءة إيه الحاجات اللي ممكن تؤدي إلى إن الدم والأكسجين مش بيرصلوله بكفاءة؟ هو ارتفاع ضغط الدم عند الحامل وعدم علاجه مش بنقول إن الست اللي عندها ارتفاع ضغط الدم بالضرورة إنها تحصل كده لكن أنا بقول بالنسبة للناس اللي عندها المشكلة في ارتفاع ضغط الدم ومش بتعالجها تمام؟ يبقى ارتفاع ضغط الدم وعدم علاجه اللي عندهم مشكلة في تخثر الدم أو تجلط الدم ومش بياخدوا مثلا الأسبرين أو مش بياخدوا قبر تحت الجلد طبعا إذا وصف الطبيب له من ذلك فده عشان ما حصلش أي تجلط في الدم ويوصل الدم والأكسجين والغزة للجنين فبالتالي يتغزة كويس يبقى القاعدة المهمة إن أي بني آدم في الدنيا أو أي كائن حي يكشي يكون حتى نملة ما بتكلش هتخس ما بتكلش وزنها ينص الناس اللي بتعمل رجيم بيعملوا رجيم ما بيأكلوش عشان يخسه فبالتالي الجنين ما بيأكلش كويس وأكل الجنين هو عبارة عن دم وأكسجين يبقى القاعدة زي ما قلنا دلوقتي طيب إيه تاني ممكن يؤثر على موضوع تغزية الجنين الحاجة التانية إن يكون عندك أي عدوى أو أي مرض ولم يتم علاجه يبقى القاعدة التانية إن برضو تشبه القاعدة الأعونية هي علاج الأشياء أي مرض حتى لو كان عدوى المثالك البولية حتى لو كان عندك مشكلة المثالك البولية حتى لو كان حاجة خاصة بك فهي بتؤلل بشكل ما غير مباشر وصول الغذاء إلى الجنين فهاي مثلا았ừ عندك مشكلة مثلا التهاب في المثالك البولية التهاب في مهبل أي عدوى وأنت معالجتهاش Somewhere against a prosts mask adjusting ومع الجهوش اللي عندهم امراض القلب ومش ملتزمين بالعلاج اي مشكلة من هذه المشاكل بتؤدي بشكل او باخر الى انخفاض وزن الجنين ايه كمان؟ ايه كمان خليك معاه عارفين لما الواحد يبقى جعان ويقولك انا عايز ايكل اكلة حلوة كده ترم عظمي وتشبعني فحد مثلا يقطعلي شوية كراريس ورق شوية ورق كده ويقطعوني ولكن انا عملتلك فتت ورق فتت ورق اكل فتت ورق في الاخر ايوة الست بقى اللي بتعاني من الانيميا ومن فقر الدم ركزي معايا اللي بتعاني من فقر الدم يعني ايه فقر الدم؟ يعني الدم بتاعك مفهوش مواد او مفهوش عناصر الغذائية المطلوبة عشان الغذاء ده يوصل للجنين بشكل كفر الانيميا عندك انيميا حدة انيميا جديدة فقر الدم لدى الام يؤدي بشكل او باخر الى ايه الى ان الطفل ما بيتغزاش كويس زي ما قلنا لكم كده كاني بالزبط باكل فتت ورق حد بيعملي بدل مثلا فتت رز ولحمة لا بيشل اللحمة والرز وبيحط لي شوية ورق مقطعين ويقول لي تفضل كله طبعا الباين الواضح انه دة مفهوش غزاء برضو الدم بتاعك الا موجود مش كويس عشان يوصل غزاء منه الى الجنين يبقى لازم تعالج موضوع الانيميا لو عندك انيميا حدة ولو حللت في أول الحمل لازم طبعا يتم تحليل أول الحمل ولو تضح إن عندك أنمي أو فقر الدم لازم يتم علاجها بأخذ مكملات الحديد والمكملات الغذائية الأخرى والفيتامينات الأخرى اللي بيكتبها لك الطبيب دي عشان تتقي شر ولادة طفلة منخفض الوزن وحبا يبنا بقى اللي عملين يدخنوا طول النهار أو حتى اللي قاعدين جنب الناس المدخنة يعني مش بس فكرة إن أنت مش بتدخني وتحتوليلي أنا كده في السيف سايت أنا ما بدخنش لا سواء حضرتك بتدخني أو بتعودي جنب حد مدخن فأنت بتدخني برضو يبقى التدخين سواء أنا بدخن أو بعد جنب حد بيدخن الدخان اللي طالع بستنشقه فأصبح دخان ده بالنسبة للناس طبعا اللي مثلا أزواجهم عايشين معهم على طول وعلى طول بيدخنوا جوه البيت استنشاق الدخان بشيء من المبالغ فيه طبعا يعني البسيط منه ممكن يعدي وكل حاجة ممكن تعدي بقدرة ربنا سبحانه وتعالى لكن استنشاق الدخان أو التدخين الدراسات اللي بتقول مش أنا اللي بقول إن المدخنات هم أكتر عرضة لإنجاب أطفال منخفضين الوزن إيه كمان الناس اللي بتستهلك الكافيين الكافيين اللي موجود فيه حاجات كتيرة وإحنا عايشين عليها والله كريم بقى ربنا يسطر إيه بقى الشاي القهوة نس كافي الاسبرسو الكوكاكولا البيبسي كولا أي حاجة لونها اسود حتى فيه الشوكولاتة الشوكولاتة الكتير طبعا فيها كافيين الكافيين الكتير ده كله برضو بيسبب انخفاض في وزن الجنين خدوا بالكم بقى من حاجتين أول ثلاث شهور وآخر ثلاث شهور طبعا الشهور كلها يفضل أن ما فيش كافيين لكن أول ثلاث شهور وآخر ثلاث شهور تحذير شديد اللهجة للناس اللي بتسهل الكافيين بنسبة عالية جدا أكتر من 300 وحدة في اليوم من الكافيين فيعني الدراسات بتؤكد أن استهلاك الكافيين بكثرة بيؤدي إلى ولادة طفل منخفض الوزن فيعني خدوا بالكم واتقوا له في أولادكم في أعراض بتبقى متشابهة مع بعضها يعني أعراض أن الطفل اللي جواكي منخفض الوزن حتى لو ما رحتيش عملتي ألترا ساونج وشفتي الطفل بيه السنار إزاي تعرفي أن عندك طفل منخفض الوزن بيبقى فيه أعراض اللي هي أعراض الشحوب أعراض الاسفرار ده ممكن يكون عندك أناميا انخفاض وزنك بشدة انخفاض وزنك بشدة ولذلك من المهم جدا حتى لو في بعض الناس مش بيتابعوا مع دكاترة كتير مهم جدا أن انت تقيسي وزنك في بادئ الحمل كل شهر تقيسي وزنك وتشوفي هل في زيادة مستمرة ولا لا أما انخفاض المستمر ده يعني مش محبز ده معناه أن حضرتك بتعاني من ضعف عام ممكن يكون الجنين بيامو لكن انت بيبقى فيه عندك ضعف عام فالضعف ده هيترجم إلى أنه يكون نوع من أنواع فقر الدم والأنيميا اللي هيأثر بشكل غير مباشر في تغذية الجنين الحاجة الثانية جفاف البشرة والبشرة الجافة لما تلاقي أن انت خلاص نظارة بشرتك ده بتبقى أحد علامات أن يكون فيه مشكلة عندك برضو فيه العناصر الغذائية الموجودة في جسمك وبالتالي بشكل أو بآخر يعني فيه تأثير على الجنين أو بتكون علامة أن الجنين بيتأثر بذلك طيب نتكلم على حتة مهمة جدا هي بطن الحامل مش كبيرة تفرقي بين حاجتين أن بطن الحامل مش كبيرة للبكرية يعني البنت اللي لسه حامل أو السيدة اللي لسه حامل لأول مرة بتكون عضلات البطن بتاعتها شديدة كويسة لسه بخيرها ما حصلهاش يعني ارتخاء زي السيدات اللي حملوا قبل كده فبالتالي عضلات البطن الشديدة دي بتبقى يعني مسكة نفسها فبتحسي أن ما فيش بطن بتعلى هي بتعلى وكل حاجة فمش بالضرورة تقيسي هذا الأمر على غيرك لو أنت شفت واحدة تانية حامل في نفس شهورك وشفت بطنها عالية قوي دي حاجة ودي حاجة طيب بالنسبة بقى للسيدة الحامل اللي بطنها عالية بطنها عالية في شهور الحامل المتقدمة وبدأت تحس أن بطنها بتنكمش لا دي تجري على الدكتور فورا لأن ممكن تكون يعني جزء من السائل وقد تصرب السائل أو المية اللي حوالين الجنين بتتصرف بالتالي البطن بتنكمش وطبعا ده بيؤدي إلى نخفض وزن الجنين لأن بيبقى في مشكلة أن الغذاء بيوصل للمشيمة لا أم طبعا مش هيوصل بكفاءة فطبعا بشكل أو بآخر ده بيؤدي إلى تقليل الغذاء الواصل للجنين وزي ما قلنا القاعدة بتقول لواحد مش بيتغذى يبقى وزن ومش هيبقى كويس أي مشكلة تطرق على المشيمة هي برضو بتؤدي إلى نقص التغذية فمشاكل المشيمة برضو تتبعي على طول مع الطبيب عن طريق الألتراساوند والسونار هل مشيمة كويسة الدم كويس للجنين الأكسوجين ووصل للجنين حاجات دي مهمة جدا دي اللي تبعيها وتبعي الضغط بتاعك كويس جدا وتبعي الأنيميا بتاعتك وبلاش تدخين وبلاش كحليات والجنين بتاعك هيبقى زي الفل وطفلك هيتولد وطبعا ولاد الطفل أكتر من 2.5 كيلو هو طفل طبيعي الطفل المنخفض وزن هو الذي يولد أقل من 2.5 كيلو يبقى القاعدة بتاعت انخفاض وزن الجنين لو هو من 2.5 كيلو لحد 4 كيلو ده طفل طبيعي أما أقل من 2.5 كيلو فهو طفل منخفض الوزن بس معلومة أخيرة كده إن الكلام ده كله على الجنين المفرد اللي الواحده أما الأجنة التوائم ففيه استثناء طبيعي عنده مش أي مشكلة صحية ولكن ده مشكلة أو دي حاجة طبيعية إن الجنين التوائم هو بطبيعة الحال منخفض الوزن لإنه اثنين أو ثلاثة مش واحد بس قاعد لوحده كده مستقانياس كده وبيأكل الأكل بتاعه كله الواحد ومحدش بيقسمه معاه ففيه فرق عشان نفرق بين الاثنين ودمتم في رعاية الله ومعلش لو طولت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة